اشتركوا في القناة لكن بموجب هذا الاصلاح سيتم النظر في التخفيضات التي ينبغي أن تكون حسب نسب الأجور وذلك بعد مناقشة هذا الملف مع النقابات الحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع رحب الخبير الاقتصادي السي محمد جدري أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا كيف تلقيت تصريح سيدنا تقرار أسمي بسم الحكومة حول الضريبة على الدخل التي شكلت ربما محورا هاما جدا من الحوار الاجتماعي وأجلت ولو إلى حين أنا أعتقد بأن تصريح سيدنا تقرار أسمي بسم الحكومة تأتي في واحد السياق وهو معروف في المغرب بحيث أن اليوم عدنا واحد السياق وهو متأثر بالحرب الروسية الأوكرانية واليوم نسب تدخم وصلت لمستويات قياسية بحيث أنا تقرر المندوبي السامي تقريرت يقول بأن مع نهاية غشت 2022 وصلنا الـ 8% من تدخم هذا أمر يعني يمسوا بالقدرة الشرائية للمواطنين يعني ضراجتين أساسية كذلك الأمر الثاني هو أن ما خرشت نسوا بأننا كان لدينا مواضعات ديال السلخيرات متعلقة بالإصلاح الجي بيء سنة 2019 لكن الجائحة يعني أقتردت كبير من أجل تنزيل هذه المواضعات على أرض الواقع والأمر التالي هو أن الحوار الاجتماعي يعني اتفاق الـ 30 أبريل الماضي كما بين المخرجات دياله وأنه سيكون واحد الإصلاح ضريبي أساسا متعلق بالضريبة على الدخل بحيث أنه سوف يتم إعادة احتساب هذه الضريبة وبالتالي نعتقد بأن اليوم يعني يوم أصبح ضرورة بحيث أنه يتناقل من هذه المشاوات لغدر مع النقابات في مشروع قانون المنسي سنة 2020 سوف نرى شنو غد جد الحكومة كمخترحات من أجل الإصلاح الضريبة على الدخل ابتداء من سنة 2020 ضريبة على الدخل الإصلاح هو يتأقلم مع نسب الأجور بمعنى آخر أنها ستكون مختلفة في نسبها أو في القانون المعدل لها بناء على نسبة الأجور أو قيمة هذه الأجور هل ستختلف من طبقة متوسطة مثلا ينتمي إليها موظف ما في القطاع العامي أو الخاص من موظف مثلا رجل مقاول لديه مقاولة خاصة وما داخله مثلا تعد بضعف الموظف بشركة ما يعني سيكون مثلا نسب متفاوتة من شخص لآخر صحيح لقبل أن نجمع على السؤال هذا ضروري أن نذكره واحدة مجموعة معطيات التي هي مهمة جدا معطيات التي ندعو عليها وأن أول حاجة الإصلاح الضريبة على الدخل هو سوف يخص فقط على الأجراء يعني ندعو على الموظفين في قطاع العام وندعو على الأجراء في قطاع الخاص هذه الموظفين سوف ندعو على المطاعة جائزة أساسية هم تقريبا نقوله واحد ستة مليون دي المغربة المغربية لهما يؤديوا الضريبة على الدخل جوجة المليون ثلاثمائة ألف أسرة تقريبا هو واحد ستة مليون هذا النساء اللي خاصة نعرفه أنه واحد ثلاثة مليون فصلاة ستة فيهم أصلاً ما يؤديوش ضريبة لأنه معدهم إمن حد أدنى من الأجر أو أقل وبالتالي هم غير معنيين بعد الإصلاح ولكن ثلاثة مليون فصلاة ستة ثلاثة مليون فصلاة ستة هذا ما يؤديوش ضريبة قد عندنا واحد جوجة مليون فصلاة ثلاثة هي المعنية بهذا الإصلاح الضريب هذا بحيث أن هذا الإصلاح الضريب هذا يعني فيه جوز مليون فصلاة ثلاثة ديالناس عشانو غنديره اليوم الحكومة هي بينما تقاوى السندان بحيث أنه عنده جود خيارات الخيار الأول هو أنها خاصة تقويل قدرات اشترائية لدول الدخل المحدود ودول الطبقة متوسطة لأنه اليوم كان دون على السياق والأمر الثاني هو أن هذا الإصلاح هذا مخصوش يقيس التوازنات المكلة اقتصادية والتوازنات المحاسباتية للحكومة خاصة بسبب القطاع المالية وبالتالي فإن الإصلاح لا يمشي كيف تفضل دواء على السفوز القجاع يعني في تلقي يوم عشرين يولوز الماضي في أحد اللقاء يوم دراسة در في غرفتي البرلمان دواء بأن الإصلاح سيأتي في التجاه أول حاجة كينا واحد مجموعة من الأمور سوف نرى فيها الأمر الأول هو أنه سوف رفعه يعني من طباقة العدالية يعني معفية من ضرائب اليوم مثلا كنتدو على 2500 درهم الي عنده 2500 درهم وأقل ما يخلص الدريبة ولكن اليوم كنت نرى بأن لحد الأدنان الأجر لا في الوظيفة العمومية وهو في القطاع الخاص هو ارتفع حاجة أنه في القطاع الخاص وصل ل2900 درهم وشي حاجة وفي القطاع العام وصل ل3500 درهم وبالتالي وحد السيد يليأي الله عنده لحد الأدنان الأجر سعيب أن نطلب منه أنه يخلص الدريبة أعتقد بأنه يرفعه من هذا الأداء على الأقل 3000 درهم أو 3200 درهم لما يخلص الدرائب الأمر الثاني هو أن هذه الأشطر الأخرى سوف يتم إعادة درهم فيها لماذا؟ لأن مثال بسيط واحد السيد الذي يشب في شهر 15 أفدرهم وديرهم واحد السيد الذي يخلص بتباين أفدرهم أو 90 أفدرهم أو 100 أفدرهم يخلص الدريبة وهي 38% اليوم التي سترى الحكومة سترى أنها سترى إعادة الحساب في الدول هذا بشأن الطبقة متوسطة يعني يرتفع لها الدخل ديالها والناس اللي يوم أغنية ويسليا اللي عندهم دخول اللي مرتفعة أنهم يساهموا فدرها على أسأل أن الحاصيلة والوعاء الضريبة للحكومة لا يتقاش وتقاعد يعني الحكومة تحافظ على التوازونات المزانية ديالها جميل واليوم هل يدخل هذا في إطار إصلاح كامل وشامل للنظام الجبائي أم أننا دائما وابدا سنأتي لنأخذ جزء ونترك الكل هذا هي أدية المعضلة الحقيقية صحيح يعني الدولة صحيح نعلم بأن الإرادات الجبائية تدخل خزانة 73% من المداخل من المداخل 6% ستذهب للقطعات أخرى يعني دخول مهنية 21% دخول أخرى فليوم الإصلاح الجبائي يتطلب سياسة جبائية واضحة لا تثقل كهل الحكومة ولكن أيضا لا تجعل المواطن هو الضحية في كثير من الأحيان يعني الموظفين نحن نعلم نسبة الأجور ونرفع سقف الأجور مؤخرا بالنظر إلى مخرجات الحوار الاجتماعي ولكن حتى الطبقة المتوسطة بارتفاع الأسعار باستيراد التضخم بضعف القدرة الشرائية بالغلاء في أسعار مجموعة من الأمور نحن نتحدث عن السلع ماذا عن العقار ماذا عن أسعار السيارات يعني الكل يريد أن يعيش بكرامة وجزء يسير يبحث عن قليل من الرفاهية في الحياة حتى هؤلاء أن فرضت عليهم الضريبة تعتبر بنسبتها المئوية الحالية قاسية فالنظام الجبائي ربما يحتاج إلى مراجعة صحيح اليوم المواضيع للسخيات في أفوانسلات تدوي على إصطلاح جبائي الذي هو عميق الذي هو معمق الذي فيه مجموعة من الأمور اليوم المشكلة الحقيقي التي لدينا في المغرب هو الوعاء الضريبي وهو وعاء الذي هو ضيق محدود وبالتالي فأنا نرى هؤلاء الناس يتعلم اليوم لأنهم يكونوا معنيين بالإصلاح الضريبي إلى الأقل بعد الدخل وما الناس وحيدين لما يغشون ضريبيا وما يتعربون ضريبيا لماذا؟ لأن الضريبة تقطع لهم من المنبع اليوم اللي خاصة نرى هو أن اليوم الحكومة هي صحيح بأن البرامج الحماية الاجتماعية ستنزل تغطية الاجتماعية وهذه أمور لي مهمة جدا كذلك هذه الأمور ستساعد على أن القطاع غير المهيكل أنه يندمج في قطاع المهيكل وبالتالي فإن الوعاء لأنه الوعاء ستوسع وبالتالي الساعة الحكومة ستكون عندها مداخل لإضافية لإضافية ممكن أنها تدير إجراءات أخرى ولكن اليوم كل التوصيات المتعلقة من التسخيات وهي فيها التوصيات وهي شاملة من شركاء الحكومة في هذا المجال لكي يكونوا مثلا بمثابة قوة اقتراحية نعرف المركزية النقابية التي تدافع عن حقوق الشغيلة نعرف بأن هناك بنك المغرب هناك المديرية العامة للضرائب هناك البطرونة هناك مجموعة من الشركاء يعني كيف يمكن أن يتوصلوا جميعا إلى حل وسط ليس فقط يشمل الضريب على الدخل ولكن في نفس الوقت كما قلنا قبل قليل السياسة الجبائية ككل تحيح تحيح وهو إيجابي أنا أعتقد بأن من الأمور هي إيجابية فالأمر هذا هو أن اليوم أن الحكومة قبل ما تصوى مشروع قانون المالية سنة 2023 دارت واحدة مشاورات مع النقابات وغتقول اليوم أعطوني المقترحات لكم أكثر من ذلك أن وزارة المالية في البرلمان بغرفته طلبت من الفرق البرلمانية أنها تطلع لها مقترحات دلها في الإصلاح الجبائي على الأقل في الإصلاح الداريبي هذا لكن أعتقد بأن اليوم المغرب يعيش أزمة الاقتصادية حقيقية اليوم القدرات الشرائية للمواطنين تدرات بشكل كبير أتكلم عن دوي الدخل المحدود وعن طبقة المتوسطة اليوم كما قلنا بالدريجة وصل يعني وصل يعني الدم العظم يعني اليوم تقصح صحب الزاب وبالتالي فإن اليوم الحوار يجب أن يكون الحكومة من جهة والأغلبية مع المعارضة من جهات أخرى بمشاركة مع الباترونة ومع النقابات لأنه يمكنني اليوم تجيبوا حدقاء وتفرضوا على الباترونة أو النقابات بدون إشتراك وبالتالي يجبنا اليوم لكي يكون كل شي يكون مشارك في العملية لكي لكي ينزل الأرض الواقع يكون إجماع لتنزل لكي يكون صعيب صعيب هو أن نتافق اليوم وإن نجد التطبيق لكي يتطبق كيف ينبغى وإن نتشاور بناتنا وتكون مقاوة تشاركية لكي ينزل أعتقد اليوم هذا الإصلاح الدريبي الذي يدار في قانون المالية في السنة المقبلة هو بداية الإصلاح الدريبي وكذا لا يمنع الحكومة عند 1-2 وستي جذري هؤلاء الموظفين اللي هدرنا عليهم في القطاع الخاص أو حتى في القطاع العام الاقتطاعات تتم من المصدر من المنبع يعني ما كين ما كين تهرب داري ما كين تهرب ما كين والو ولكن هناك بعض الفئات الأخرى التي تتطلب يعني قبل الاقتطاعات تصريح بالأجور وهؤلاء فئة لا يستهان بها وهناك أيضا بعض الأمور التي تتعلق بالضريب على الثروة وهناك قطاعات أخرى ربما يعني تجسد المعنى الحقيقي لا عدالة ضريبية فحيح كيف يمكن لصيغة حكومية يقوم بها المشرع مع الحكومة ويخرج صيغة التي فيها عدالة ضريبية بما أنك تطبقها على موظف وتخذ له كما تفضلت من المنبع حتى أولئك الذين يقومون بالتهرب الضريبي أو يصرحون بأجور غير واقعية أن تتسلل إليهم وتستطيع أن تجبرهم على دفع الضريبة كما هي وبالتالي توسع وعاءك الضريبي وتزيد من المداخل ولكن تتخفف وطأة الضريبة على الدخل على مجموعة من الأسر المغربية التي للأسف هي الأكثر تضررا والتي تمس في قوتها اليوم بسبب النسبة المرتفعة للضريبة هذا السؤال هو سؤال وجه جدا الأخ نوفل أنا أعتقد بأن هذا السؤال هو في الصميم للموضوع وهو السؤال الذي يجب أن نجاوب عن ذلك أساسية لماذا؟ لأن اليوم إصلاح الضريبي هو جزء من كل اليوم الذي يجب أن نجاوب عليه هو أن الحكومة والمغربة سوف تكون لدينا من الجرأة لكي ننزد جميع الإصلاحات لأن اليوم هذه الإصلاح الضريبي هو خامش فيه إذا لم يكن إصلاحات أخرى لأنها موازية لا يمكن أن نشيه لماذا؟ لأن اليوم ما يجب أن نجاوب إصلاح الضريبي إصلاح صندوق المقاسة إصلاح عنظمة التقاعد وإصلاح كذلك كل ما يتعلق بمحاربة الفساد ومحاربة للريع لماذا؟ لأن اليوم هذا السيد لا يمكن أن نقضي مع صندوق المقاسة الحكومة ستربح 31 مليا أو 33 مليا كل سنة يعني أنه فائد من ميزانية لأنه يمكن أن تنزل به إجراءات الأخرى وأن تنزل به مشاريع لها تعلق بالحماية جميعية هذا أمر مهم جدا هذا المقاوك يقول لك أنا مقاوك كل شيء نجيبه من عندي ما عندي ريع ما عندي في حين أنا شخص آخر عنده امتيازات عنده ريع ومشي معامل الأمور وبالتالي لا يمكن أن يخلص نفس ضريبة لك هذا يجعل الناس يمشي للغش الضريبي ومشي الضريبي إذا قطعنا مع الأمور المتيازات ومشي الريع هذه أمور هي مهمة الأمور آخر هو أن خصص الحق عندما التقاعد لأن اليوم يستحنا عندما التقاعد سوف يرى أن عنده مصقبال ومن غسال المشوار المهني سوف يكون عنده راتب محترام يجعله أن يعيش بكرام هذا الأمور يجعل أن الإصلاح الضريبي هو جزء من كله ومشي الحكومة في برامج الحكومية لها يجعل الإصلاحات مهمة يجعل إصلاح ضريبي إصلاح النوق المقاس إصلاح عندما تقاعد وكل ما تعلق بمحاربة الريع وامتيازات لأن اليوم عشنا 41 سنة من الريع كفى اليوم الذي يشمر عد ريع وينزل لأرض الميدان ويربح الكسلاح فيتنافس متنافس صحي هو عدالة ضريبية على الجميع عدالة في تقديم الامتيازات للجميع وفق لميثاق الاستثمار الذي خطه ويسن واليوم يطرح للنقاش أمام مؤسسات دستورية كالبرلمان بغرفتين زمنيا الحوار الاجتماعي اتفاق 30 أبريل تلاه حوار اجتماعي في الفاتح من ماي وتلاه الحوار الأخير الذي كان مع الحكومة ومجموعة من القطاعات الوزارية بحد ذاتها أو بعينها كما يقال اليوم هل يمكن مع ضغط النقابات والمركزيات الأكثر تمثيلية بالإضافة إلى النية الحسنة كما عبر عنها النطق رسمي باسم الحكومة يمكن أن تجعلنا أمام سقف زمني معين يكون فيه مراجعات للضريبة على الدخل ونرى أثر إيجابي على الشغيلة فيما يخص قرارات حكومية مرتقبة قد تكون مؤطرة وفقا لقانون المالية الخاص بالسنة المالية المقبلة لا نعتقد بالنسبة للإصلاح الضريبي أعتقد بأن الأجلزة الزمنية هي اليوم على الأقل كما أحد للإجماع عن الطرق السياسي والنقابي لأننا نبدأ بالإصلاح الضريبي ولكن دليل من الحوار في التمية الثاني أبريل كان طموحا جدا لأنه يتكلموا عن قانون الإدراب يتكلموا عن مدونة الشغل يتكلموا عن قانون النقابات يتكلموا عن إصلاح الضريبي يعني هذا كلهم مع نهاية نصف الولايات الحكومية التي هي سنة ونصف أعتقد بأن الأمور هذه ستتطلبوا للنكابات والنكاسات التي ربما تعرضت لها الحكومة بناء على موسم فلاحي دون مستوى التطلعات بناء على ارتفاع في أسعار المحروقات بناء على سوق دولية مشتعلة واستيراد للتضخم الاقتصادي من الخارج أمور كثيرة جدا هل الحكومة قادرة أن تزيد من أعبائها بأن تقر نقصان أو نقص في الضريب على الدخل أقول في قانون المالي للسنة المقبلة أنا أعتقد بأن يكون واحد نقصان نقصان وطفيف لأنه يمس فقط يعني الطبقة متوسطة واحد شوية بحث أن هذا السيد يمكن أن تنزل 1-300 درهم أو 9000 درهم ستربيح 1-150 درهم أو 20 درهم هذا هو أقصى ما يمكن أن تتريح الحكومة لأنه يمكن أن نزل 1-500 درهم أو 600 درهم في الضريبة لأنه يجب أن ندوم من دولة 38% الضريبة على الدخل وقت 38% تدريجيا 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 لأنه يجب أن ندوم أكثر من 15 ألف درهم أو 10 درهم في الشهر يعني الناس لأنه يجب أن ندوم أقل من 15 ألف درهم كوصة 30% وبالتالفة يقال هذا 2-300 مليون و300 ألف أسرة كما قلنا قبل قليل 20% كمتوسط ربما تماما تماما حسابي ما بين الرواتب وما بين نسبة الضريبة وبالتالفة أن الحكومة ستجعل في أجراء أنا أعتقد أنه ستجعل في أجراء وغد تزيد ضريبة على الناس لأن أجراء أجراء عليها نتكلم عن 50-50 أف درهم 60 أف درهم 70 أف درهم هذا الناس غد يخلصوا واحد ضريبة لأي كبرى والناس اللي هما ما بين بيني أنا أعتقد بأنه ممكن زدهم 500 درهم أو 600 درهم أو حتى أف درهم ممكن يخلصوا هي زيدة يعني فوقها ولكن اللي هو وقت نعرفه هو أن اليوم هو وقت أزمة هو وقت التضامر هذا الناس اللي عندهم يعني اليوم الدخول لا يزيدهم والله يكمل عليهم ولكن ما فيها بس أنهم يتضامروا محش في در المغربة يتضامروا محش في در المغربة وليس أنهم يمشو والذي عنده 60 ألف جاءتوا 59 ما فيها بس بالعكس أن السيد اللي عنده 1500 درهم لحيدي لدي 500 درهم كتبان علي خاصة أن اليوم كنتي في الدخول المدرسي هو مكلف المواد غدائية مكلفة وصلنا 8% متضخم أنا أعتقد أنها وصلنا 10% مع نهاية السنة وبالتالي فإن اليوم إذا لم يكن وحد الحول على مستوى الدولي ممكن سنة المقبلة كذلك أننا نزيدك تضخم دينا صحيح في بعض القوانين المرتبطة ربما بهذه الأمور يعني بتوسعة وعاء المالي مش غير الجبائي والضريبي لا درر ولا درر أن نتطرق لها مثلا كالقانون الجنائي الذي سحب لكي يعطى ككل وليس كجزء كما قال السيد وزير العدل فيه لغط كبير جدا كان على الإثراء غير المشروع وهذه ربما مداخل تذهب هباء على الدولة فننتظر من المؤسسة التشريعية مثلا التي اليوم أمامها أيضا نقاش لقانون الإضراب كما تفضلت لديها مراجعة لمدونة الشغل هي الأخرى هناك مطالب نقابية ومطالب من الطبقة الشغيلة أن يكون من بينها أيضا هذا القانون الخاص القانون الجنائي ككل ولكن تركيز على الإثراء غير المشروع من أجل أن تفعل قاعدة من أين لك هذا ومن ثبت بأنه نهب المال العام ومن ثبت بأنه استفاد من الريح كما تفضلت قبل قليل هناك هيئات قضائية ورقابية بإمكانها أن تحاكمه وعلى الأقل الوطن غفور رحيم صحيح ولكن ردك لفليسات وربما تمشي في الاستثمارات العمومية وتخفض من العائق ومشاكل الحياة المادية على الطبقة التي للأسف حتى المتوسطة اقتربت من أن تتحول إلى فقيرة بسبب هذا الأمر والتنبؤات القادمة من العالم الغربي الجميل اللي اللباس عليه تؤكد أن ربما نحن أمام ركود اقتصادي وأزمة اقتصادية مشابهة لما حدث سنة 2008 صحيح أنا أعتقد بأن ضيعنا بزاف دل الوقت في المغرب خلال السنوات الماضية ضيعنا بزاف دل الوقت بشأننا نقوم بإصلاحات اللازمة اليوم أعتقد بأن من بين الإيجابيات للجائعة هو أن بينات المغرب يعني في المرآت بياتنا وجود دينا بياتنا وضعنا واحد الهشاشة ومجموعة من الأمور أنا أعتقد بأن اليوم هذه الإصلاحات التي تريدها تريدها إلى أقصى مدى هذه الناس اللي عندهم الإشتراء غير المشروع لا يمكن أن يبقوا يعيشوا بنياتنا وأنهم يستفدوا وأنهم يعيشوا اليوم يجب أن لديهم شيئا يجب ونقضوا لا يعيشوا يعيشوا غير يتحاسبوا لا يمكن يعيشوا بأموال المغربة اليوم يعيشوا ولكن يؤدي ما لهم وكذلك أمور بشكل أخر يجب أن أعتقد بأن خلال السنوات الماضية كان لكيتيوس مع المهن الحرة مثلا القراءة أطباء والمهندسين ومجموعة الأمور أن نعطاهم أحد لكيتيوس للجيبيات مساهمة أدوا كيف عندهم ونصفح كيتي المحامين ونصفح جديدة مع المحامين كذلك ونصفح جديدة اليوم لا يمكن أن نقوم في الاتجاه هذا وكان عندنا طبقات أخرى ننزيدك هذا المشاهير فيسبوك وإنستغرام وشبكات التواصل الاجتماعي يعني بعض الدول بدأت تفرض عليهم الضرائب من الآن أنا أعتقد بأن هناك كين مداخل التي لا يمكن حسابها والدولة لا تعلم عن هذا الشيء فنحن مع أن يتم فرض على الجميع بما أنك أنت لديك مداخل لا تصرح بها ومداخل ماليها موهمة جدا وهذه تطورات العصر فرضت أن يكون لدينا طبقة من هؤلاء هذا التواري الرقمية هي بادية يعني في المغرب إحنا الله الأقل عندنا جوج استفادات استفادة الأولى هو أنهم يدخلون لدينا علمات صعبة هذا أمر مهم جدا يعني أن تخلصوا بالدولار وباليورو والأمر الثاني هو أنك تتوجه نوع من الاستهلاك لأن هذين يمشوا وإيمان ما يستركوا وإيمان ما يستمروا وبالتالي فإننا هنا هو أحد المساهمة ديرهم ولكن كن على يقين بأن هذين جاي إياهم دربة جاي إياهم دربة هنا حكومات وحكومات عربية منحتهم إلى لا منحتهم التصريح بالممتلكات لغاية والمداخل إلى شهر نوفم صرح في مرحبا ما صرح تشرا غايت يدروس تطبيق حسابات لا وشوف في المغرب هذا لأننا نشوف اليوم أن الناس كانوا يعدون على أصابق يوم أصبحوا بمئات الآلاف من المغاربة ليوم يعيشوا من الميانصات الدولية وبالتالي إن نعتقل منه واحد سنة أو سنة أو ثلاث سنوات غالي نزلوهم أخصى من ذلك وأننا كنا ندرو على العمات الرقمية كانت في المغرب كان مغرب يقول بأن العمات لا يجب التعامل المصرح به اليوم أصبح مكتوبة أننا نفكر في التشتريع من أجل التعامل وأن الأمه هذه كله أمه ولكن اليوم الذي يجبنا هو أساسي أن نضيعنا بالوقت بما في الكفاية اليوم حالنا الوقت لنزل جميع إصلاحات هذه مهمة لأن المغاربة في حاجة إلى وطن يتسيعون الجميع لكي يعيشوا بكرامة ويعيشوا بوحد أريحية ألا تعتقد بأن أيضا من ضمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بدأت فيها بشكل جيد هو نعم هناك الملايين قلنا الذين يؤدون الضريب على الدخل ولكن أيضا هناك ملايين يعملون في قطاع غير مهيكل صحيح واليوم أنت حين قمت بمجموعة قد ينطبق عليها مصطلح المغريات الحماية الاجتماعية تأمين الصحي تعويضات العائلية سن تقاعد إصلاح عن دبات التقاعد أيضا التعويض عن فقدان الشغل كلها أمور أصبحت مغرية لمن هما في القطاع غير المهيكل هل يمكن أن نقول بسياسة بعيدة المدى أن المغاربة وإن بالدارجة تقسحوا من الضريبة على الدخل لسنوات لأنه بعد تطبيق أمثل لإدماج لهذا القطاع غير المهيكل قد نجد أن سياسة جبائية جديدة أصبحت لدينا ومداخيل أكثر وبالتالي يتم من خفض من الضرائب بشكل عام في المغرب ومنها أكيد الضريبة على الدخل صحيح أنا أعتقد بأن القطاع غير المهيكل يشكيق 30% أو 40% من نزيج القصد المغربي اليوم حالي نوقف عشانا يمشي أنا ندو معك بالدريجة ويعني عنده على الأرض هذا السيد اليوم في سنة 2022 يطلب نطلب الحكومة أن يأدي تأمين إجبائية على المراد وقال يخلص اليوم بقي متردد مساهمة العامة بقي متردد بشأن بشأن يخلص ولكن من السنة المقبلة سيشوف الجار يتوصل بالتعويضات العائلية يلتمية الدرهم كل فرد سيشوف أن الجار عنده سمية الدرهم أو سمية الدرهم على الأطفال سيعرف أن يدخل أنا أعتقد أن إذا نزلنا هذا برنامج الحماية الدجمعية إلى 2026 يعني كامل تأمين إجبائية على المراد تعويل العائلية تعاعد وتعاعد عن فقدان الشغل كذلك إصلاح جبائي مهم مع إصلاحات أخرى أعتقد أن الوعاء الدرهم سوف يتسيع بما في الكفاية لكي يمكن أن تنتيب شيء صدريب لي هو شامل ونقصه يعني بدرجة أساسية يما المقاولة وإما الأفراد تكون عدنا واحد من الأريحية من التوازنات المحاسبتية يكون عدنا واحد الهامش باش أنا نمشي إلى أبعد مدى وهل تعتقد بأن كل هذه الإصلاحات بما فيها النظام الجبائي أو الضريبي بإمكانها أيضا من ضافة إلى الحماية الاجتماعية لمثاق الاستثمار إلى غير ذلك أن تؤدي إلى أن حلقة الانتاج ككل كلها تتطور وبالتالي بطريقة مباشرة غير مباشرة تدعم القدرة الشرائية ليكون هناك استهلاك محلي يؤدي باستمرار عجلة الانتاج في الدوران صحيح صحيح هذا هو المبتغة المبتغة هو أن نمشي يولي لدينا مناق الإعمال المناخ للإستثمار ومجموعة من الأمور لنمشي فيها لنمشي إلى الأمام اليوم أعتقد بأن ما نخص نمشي فيه هو جرأة حكومية حقيقية لتنزيل هذه الإصلاحات لحق المقاولات يخلص 30 أفدرهم أو 40 أفدرهم أو 50 أفدرهم ولكن المشكلة التي لديه هو أن لا يوجد مرونة في مدونة الشغل في حال التخلاف كيف مجموعة المقاولات عندهم يوميا في البلاكر وكيف لا يستطيع أن يجل العلم لأن المدونة الشغل لا تسمح بذلك اليوم يجب أن نرى الإصلاحات كاملة إصلاحات المدونة الشغل ودير القانون الإدراف قطاع خاص أو قطاع عام خاص خاص قطاع الخاص والمشكل الأساس ماذا القطاع العام القطاع العام هناك يعني كنت أتقل منك عندي وعد سبسطين أو سبسطين ونحن نسمع منوظفي الأشباح بقنا إلى يوم إلى اليوم هما بمئات الآلاف ولكن لماذا لأن هذه الناس عدم مجموعة من الأمور كما قدرنا نمش وهذا ورش إصلاح الإدارة هذا هو اللي يخصم شوف هو إصلاح الإدارة وإصلاح الحكامة ولكن اليوم هو أساسي هو أن هذه التوار شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحية إنما كنتم إلى اللقاء